السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا على يوم الأربعاء 21 حزيران يونيو طبعا اليوم في عنا انتقال الشمس اللي رح تنتقل لبرج السرطان وعنا أيضا استقرار القمر في برج الأسد وبرضو في بعض الزوايا فعشان هيك بدكوا تحذروا من العصبية والمحتالين القمر زي ما حكينا هو من يوم أمس في عنا خلو مسار مساء اليوم الثلاثاء وبعدها بده ينتقل القمر لبرج الأسد وما زال الآن موعد بث الحلقة في برج السرطان في الساعة عشر وثلاث دقائق بتوقيت جرينيتش القمر بانتقل وباستقر في برج الأسد احنا رح نذكر يعني رح اذكر خلو المسار وانتقاله للأسد ما رح اذكر وجوده في برج السرطان طبعا القمر الآن موجود في منزلة الجبهة وهي منزلة للصلح واتفاق الشركاء والضغط على العدو ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة وخمستعشر دقيقة من عصر اليوم الأربعاء لينتقل القمر بعدها لمنزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح والقمر بما انه رح يستقر اغلب اليوم او كل اليوم من بعد منتصف الليل في برج الأسد فبيكون الناس في خلال هذا اليوم من حولنا اكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية بيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفة مع الحبيب بوسعنا تقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستمار واقتناع حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا طبعا اليوم في عنا زاوية جديدة ظهرت على الساحة هي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين زحل هاي تاثيراتها من اليوم واحد وعشرين ستة لغاية يوم ستة سبعة طبعا ذروتها يوم تسعة وعشرين ستة في تمام الساعة واحدة واثنين واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج هاي الزاوية بتحسن قدرتنا على تنظيم شؤوننا وتحمل المسؤولية بتمنحنا القدرة على السيطرة على الذات والمثابرة والجدية والفطنة والحس بالواجب وهذا الشيء بينعكس على النجاح وبرضو بتدل على أرباح عن طريق المعاملات العقارية وممكن أن نحقق النجاح بالعمل والعلاقات الجيدة مع الآباء برضو بتدل على اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وكذلك الصناعات الثقيلة والقطاع الفلاحي هي قطاع التعدين والمناجم واستقرار البورصة والقيم أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهذه تأثيراتها قلنا أنه من يوم 11-6 إلى يوم 26-6 ذروتها كانت يوم 19-6 الساعة 53 دقيقة عصرا يعني مستمرة إلى يوم 26-6 تجعل بعض الأشخاص يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع من مين لتتبع أحلامنا ومشاريعنا الخيالية برضو ممكن تعرف حياتنا بعض التعقيد والفوضى والإضطراب من مين لحل مشاكلنا باللجوء للمسكنات والمهدئات والكحوليات والأدوية المخدرات ممكن نتعرض لوعكات صحية غامضة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي طبعا ذروتها يوم 19-6 لسه تأثيرات الزاوية هاي مستمرة ليوم 14-7 بالدعم من وضعنا المادي والمهني والاجتماعي ممكن نحصل على ترقية أو لمركز أكثر أهمية بتزيد من إحساسنا بالأمن على المستوى المادي برضو مناسبة هاي الفترة للاستثمار واقتناء ملك عقاري وتأمين مستقبلنا ومستقبل المقربين لإلنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع السلبية بين المريخ وبين أورانوس وهاي تأثيراتها طبعا هي دروتها يوم 26-6 طبعا بدأت تأثيراتها من يوم 17-6 إلى يوم 5-7 دروتها يوم 26-6 ساعة 9 و22 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بتزيد هاي الحالة أو هاي الزاوية من التردد والخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا برضو بتجعلنا غريبين الأطوار وعنيفين بتسببنا شقاقات عاطفية البعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين ضعف وعدم القدرة أو عدم الرغبة حتى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهي تأثيراتها خلاص يعني ما ظلل هاي ومين يوم 22-6 بتكون انتهت تأثيراتها هي طبعا هي اللي بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقب التصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير بالنسبة للزاوية اللي اليوم تأثيراتها فعالة أول زاوية زاوية تثليت إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي طبعا تأثيراتها من الآن ورح تستمر لغاية صباح يوم الأربعاء هاي الزاوية بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات إلها علاقة بالفن والديكور والتجميل مناسبة للراحة بتزيد من حساسيتنا شوي بتخلينا شوي رومانسيين بتمنحنا كفاءات للعمل الأشخاص اللي بيشتغلوا في مجال الفن أو المسرح أو التمثيل أو الروحانيات حتى أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين القمر وبين بلوتو وهاي طبعا تأثيراتها ليوم تسعة يعني دروتها الساعة تسعة مساء من مساء اليوم الثلاثاء ولكن هي تأثيراتها من الآن بتبدأ موعد بقت الحلقة وحتى ظهر يوم الأربعاء بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين من من حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة ممكن نتوجه للاهتمام للأمور الغامضة أو الخفية بتقوي من شهوانيتنا بشكل يعني شوي في نوع من أنواع السلبية أو العنف أو التحرش في بعض الأوقات بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار يعني خلو المسار السلبي اللي ذكرناه في حلقة يوم الأمس بيبدأ الساعة تسعة واثنين واربعين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج من مساء اليوم الثلاثاء وبيستمر حتى تمام الساعة عشر وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيج لا ينتقل القمر بعدها لبرج الأسد يعني هاي مدة تقريبا نقدر نحكي إحنا مدتها أربعين دقيقة ولكن بظلها فترة سلبية لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة عشر وثلاث دقائق مساء بتوقيت جرينيج القمر خلاص بانتقل وبستقر في برج الأسد أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل بعد الانتقال هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المشتري وهاي رح تكون الساعة وحدة واربع عشر دقيقة بعد ظهر اليوم الأربعاء طبعا تأثيراتها بتبدأ تقريبا من منتصف ليلة ثلاثاء على الأربعاء وبتستمر حتى صباح يوم الخميس يجب توخي الحذر ممن يحاول استغلال طيبتنا وكرمنا ممكن تخلينا هاي الزاوية لأنها بتوهم فمنصير نشوف المشاريع بحجم أكبر من حقيقته أهم شيء أنك ما تثق في وعود غير واضحة اتقبل باقتراحات الغير وحاول أنك ما تتقبل باقتراحاتك لأنها بتكون غير منطقية بدك تكون متيقض من نفقاتك تجنب الإفراط بالعكل اللي ممكن يعرضك لعسر الهضم أو التخمة وبرضو بدك تأذر من المستغلين أو النصابين أو المحتالين أما بالنسبة للحدث اللي رح يصير بعد هذا الانتقال المباشرة هو انتقال الشمس من الجوزة لبرج السرطان طبعا الحلقة موجودة على القناة بتفاصيلها وتأثيراتها على الجميع الانتقال رح يكون الساعة ثنتين وسبعة وخمسين دقيقة من عصر اليوم الأربعة بنتقل من الجوزة لبرج السرطان وبظل الشمس بظل في برج السرطان حتى يوم الأحد ثلاثة وعشرين سبعة الساعة وحدة وخمسين دقيقة فجرا يعني بمعنى آخر بدأت فترة أعياد ميلاد برج السرطان فمنقول لكل موليد برج السرطان كل عام وأنتم بكل خير أما بالنسبة للزاوية اللي رح تتشكل برضو ذروتها بعد الانتقال زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين المريخ هاي طبعا الزاوية تأثيراتها بدأت من يوم ثمانتاعش ستة ومستمرة ليوم أربعة وعشرين ستة اليوم ذروتها ساعة ثلاثة واثنين وعشرين دقيقة عصرا بيسود شعور عام بالويام فبتسهل علينا التفاهم مع الآخرين وبتعزز العلاقات مع أحبائنا بتشجعنا على القيام على مبادرة أو بمبادرة معينة وبتزيد من نشاطنا الجسدي والفكري ابتمنحنا المهارة اليدوية والدقة والسرعة في أداء أعمالنا برضو هاي الفترة بتدل على اهتمام وسائل الإعلام والصحف والجرائد بسياسة البلاد اللي إلها علاقة بالوضع العسكري وتطوير مستوى الجيش وتحسين أوضاع العسكر ورجال الأمن وممكن تشهد هاي الفترة تزايد في تنقلات الجيش من مكان لآخر في نفس البلاد وبرضو بتركز الصحافة على قطاع الصناعة وتحسين أوضاع العمال وخصوصا القطاع الصحي في البلاد وبرضو الاهتمام بصير الزيادة في مجال أو في الميادين الرياضية وتنظيم الألعاب والمباريات والمواسم الرياضية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ذروتها يوم الغد له يوم الخميس هي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة طبعا ذروتها ساعة ثلاثة وثمان دقائق من صباح الخميس ولكن بتبدأ تأثيراتها من ظهر اليوم الأربعة وبتستمر حتى مساء يوم الخميس هاي الزاوية بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم بتعطي دفع للعاملين في المجال الفني والتجميلي والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن نعيش أوقات ممتعة جدا يعني زاوية إيجابية من ساعات ما بعد الظهر بتدعم كثير من الأمور ولكن الزاوية اللي مع المشتري هي اللي شوي بتعطي نوع من أنواع الصعوبة اللي منحذر منها بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عن القلب، الشريان الأورطي، دورة دموية، ضغط الدم، معدل ضربات القلب، العمود الفقري بالظاهر والجانبان هذولا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لهم العناية الإضافية إذا شعرنا بأي شيء غير اعتيادي في مراجعة الطبيب تصلح للمراجعات الطبية والفحصات الطبية أو المتابعات لهاي الأعضاء ولكن عمليات جراحية كبرى لهاي الأعضاء أنا ما بنصح فيها عمليات صغرى مثل القسطرة أو أمور إلها علاقة بالعلاجات أو الأمور هاي ما فيه أي مشكلة بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما فيه أي مشاكل دون الأعضاء اللي ذكرناها طبعا مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ويصلح للقص العلاجي ولكنه لا يصلح لإزالة الشعر بالليزر بالنسبة للقمر بما أنه رح يستقر في برج الأسد معناته خلو المسار القادم طويل شوي مدته بيبدأ يوم الخميس 22 ستة بيبدأ في تمام ساعة خمسة بعد العصر بتوقيت جرينتش وبيستمر حتى اليوم التالي يعني لا يوم الجمعة الساعة عشرة وأربعة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش لا ينتقل القمر بعدها لبرج العذرة أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر للهلال عمره ثلاث أيام في تمام ساعة خمسة وأربعة دقائق صباحا بتوقيت جرينتش بصير عمره أربعة أيام نسبة الإضاءة بتصير 13% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم 21 خمسة سعيدة بنسبة 15% القمر في الأسد حتى يوم 23 ستة سعيد الآن بنسبة 15% في ساعات الفجر بصير سعيد بنسبة 60% ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 30% أما في ساعات العصر بصير منتحس بنسبة 10% عطارد في الجوزاء حتى يوم 27 ستة سعيد بنسبة 45% الزهرة في الأسد حتى يوم 23 سبعة منتحس بنسبة 50% المريخ في الأسد حتى يوم 10 سبعة منتحس بنسبة 15% المشتري في الثور حتى يوم 49 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-11 منتحس بنسبة 10% ورنس في الثور حتى يوم 29 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي بيتراجع حتى يوم 11-10 منتحس بنسبة 15% طبعا ياريت اللي وصل معنا لهون ما تنسوا تحطوا اللايك أو الاشتراك بالقناة أو تكتبوا لكم كومنت اللي حابب يدعم القناة بالانتساب أو التشكرات والثانكس للكبسات موجودة تحت اللي حابب يدعم عن طريق البيبال الرابط موجود في صندوق الوصف اللي مش حابب أو ما عنده قدرة معذور وشكرا للكو بس انكو سمعتوني للكو كل الاحترام والتقدير وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما ولد برج الحمل طبعا اليوم بتشتد رغبتكم بشكل قوي جدا في التقرب من أحباكم وقضاء وقت ممتع معاهم طبعا هاي فترة مثمرة وإيجابية وقوية جدا تحمل معها كثير من النجاحات على المستوى المادي على المستوى العاطفي على المستوى الحضوض ممكن برضو بعض موليد برج الحمل يميلوا للترفيه أو ممارسة هواية معينة أو للتجميل وبتنجحوا في حملة للترويج لسلعة معينة أو لعمل معين عشان هيك حاول انك اليوم تكون جريء بالطرح بس حاول انك تستشير قبل ما تتخذ القرارات ابتدت سارع الأحداث بشكل مميز خلال هذا اليوم يوم استثنائي وممكن تتلقى جواب أو عرب كنت بتنتظره برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الاهتمام كله رح يكون على مستوى البيت والعائلة خلال هذا اليوم لأن القمر صار موجود في البيت الرابع فعشان هيك هاي الأمور هي اللي بتأخذ القصة الأكبر من تفكيركم تجدوا تعاون من أفراد العائلة أو ممكن تهتم بمناسبة أو لقاء أو حتى قلق على صحة أحد أفراد العائلة أو التقرب من الآباء وكبار السن خلال هذا اليوم عندك نشاط عالي وحيوية عالي جدا ممكن يكون في بعض التوتر على مسألة على الصعيد الشخصي أو العائلي أهم شيء أنك تتخلى عن مواقفك المتحفظة حاول قدر الإمكان ما تعصب ممكن تهتم بأمور إلها علاقة باستئجار بيت أو أجار أو ترتيب وضع إلها علاقة بالمنزل أو العائلة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم عندكم نشاط عالي جدا 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 ما بين اتصالات وتنقلات وسفريات قصيرة وحوارات ونقاشات ومنكم أشخاص ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار يعني بتطالعك فترة حافلة بالواجبات والمسؤوليات على أنواعها أهم شيء أنك ما تتهرب منها ممكن يتغير الوضع لصالحك شرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض بتكثر الزيارات والتنقلات عندك اليوم نشاط ممتاز وقدرة على الإقناع رائعة على مستوى الامتحانات ممتازة ودراسة التركيز وممكن يكون لكم اهتمام بموضوع العلاقة بالسيارات أو الأجهزة الإلكترونية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم رح تتركز الأمور على المستوى المالي أو على الفرص المالية اليوم بيفتح لكم مجال لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيم شراء حاجية ثمينة ممكن تعلجوا واستحقاق مالي أهم إشي أنكم ما تتصرعوا بتوظيف الأموال ودققوا بالتفاصيل ابتطمئن خواطركم نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ يعني الأجواء جيدة على مستوى المكاسب المالية أو فرصة لا حل وضع مالي أو ترتيب فواتير أو دفعات ولكن بدكوا تحذروا من النصابين والمحتالين في هذا اليوم برضو الأجواء ممكن بعضكم يحصل على هدية أو نوع من أنواع الدعم برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم القمر موجود عندكم يعني من بعد منتصف الليل بتبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وحيويتكم وصحتكم وطاقتكم بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي بتقدروا اليوم توضحوا وجهة نظركم تهتموا بمظهركم بلباسكم بهندامكم بتشعروا بالحماس الفائضة وممكن تنشغلوا بوضع حجر أساس لمشروع أو لفكرة أو لعلاقة بتمتلكوا أفكار باهرة وحلول مذهلة وممكن تبدأوا صفحة جديدة في حياتكم عشان هيك اليوم نشاط وحيوية على كل المستويات برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا القمر خلاص بده ينتقل ويستقر الآن في بيت المتاعب عشان هيك اليوم بيبدأ التعب يسيطر عليكم طاقتكم بتنزل الظروف بتصير مخيبة للأمال لأنه هذا بيت المتاعب فيومين بتكون تتحملوا يعني لغاية يوم الجمعة بتكون تتحملوا هذا الوضع حاولوا تنظيم أموركم المحافظة على صبركم المعهودة أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير حاضروا من الأفكار السودة والمعنويات المنخفضة ممكن تخيب أمالكم أو تتأخر أعمالكم ابتعدوا عن الضجيج والصخب حاولوا أنكم ما تحسموا أي قرار بردو ما تكونوا لجوجين لأنه ممكن يخذوا لكم الحظ اليوم زي ما حكينا ممكن يخيب أمالكم بوعودنا أشخاص تبعوا وعديدكم بإشي وما توفي فيه فبدك تكون مهيئ لتعطيل أو إلغاء أو خذلان برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم رح تنشطوا اجتماعيا اليوم عندكم نشاط عالي جدا اجتماعيا ممكن يتوجه لكو دعوي لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء بعض الأصدقاء أو اتصال مثلا منكم أشخاص زي ما حكينا ممكن يتلقى حفلة لحضور حفل بتكون تنقلاتك مهمة ومنتعة وعندك سرعة خاطر ممكن يتحدد توجهاتك الفكرية والاجتماعية وحتى السياسية اليوم ممكن تعرف لقاءات داعمة اهمش انك ما ضيع الفرص وما تضيع الوقت حاول انك تتشجع على العمل الجماعي برضو اليوم اي عمل بيكون في نوع من انواع الصعوبة ممكن تستعين باي شخص ممكن يمشي لك الامور او يساعدك في اتمامها من خلال علاقاتك برضو جيدة لدعم او واسطة او دفشة او اي شي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل اهم اشي انه تهدئوا من روعكم ما تنفعلوا ممتاز لتعزيز العلاقات مع المسؤولين او لتطوير عمل معين ترقية ترفيع ولكن اتجنبوا الاشخاص اللي ممكن يستغلوا تعبكم لصالحهم اتجنبوا مخالفة القوانين واحرصوا على استقراركم اتجنبوا الخلافات والمجازفات الشائكة واحرصوا على لجمها اذا شعرتوا ببدايتها لاجواء جيدة على مستوى العمل وفرص العمل وتعزيز العلاقات بالعمل او حتى تعزيز العلاقة وتمتينها مع المسؤولين عنها ما لكن كما حكينا بدون عصبية برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والعلاقات مع الاجانب الامتحانات الدراسة الجامعية بكل انواعها ممكن تشاركوا في حملة او ورشة عمل وبتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ممكن بعضكم يسافر في رحلة او يفرح لانفراج او تسوي مهمة برضو تعزيز العلاقات مع الاحبة ممتازة جدا وممكن تهتموا بهواية جديدة الاجواء فيها طاقة عالية انتو اليوم عندكو حيوية ومتحمسين لمتابعة المساعي وعندكو القدرة على التواصل مع المحيط بشكل ممتاز جدا عشان هيك اليوم لازم تستغلوه اللي عندهم اوراق او عندهم معاملات هجرة او عندهم دراسة جامعية او امتحانات او نقاشات العلاقة بالفلسفة او الدين او الرياضة حتى الاجواء ممتازة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم بتعيدوا تنظيم اموركم المالية المشتركة من جهة في فرصة لمكسب بيجي هذا المكسب خلال هذا اليوم من شراكة او تعويض او مستردات هبات ميرات مطالبات اي قرض اي شيء اي شيء العلاقة بالمال المشترك ولكن من جهة اخرى يجب الحذر من اي شراكة مالية جديدة ممكن تناقشوا موضوع تمويل او قرض وممكن تحصلوا على التسوية اللي بتحلموا فيها او تناقشوا مواضيع مهمة وبتجتاز امتحان ممكن شوي هذا الامتحان كان فيه نوع من انواع صعوبة اليوم يكون فيه نوع من انواع السهولة لهذا الامر وبرضو ممكن تظهر بعض المسائل اللي لها علاقها بالشؤون العائلية او مسألة عائلية او بتخص صحة احد افراد العائلة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو وطبعا اليوم بترغبوا في تدعيم شراكاتكم وهذا اليوم طبعا القمر موجود مقابلك تماما في برج الاسد يعني فترة مناسبة لتعزيز الشراكات سواء المالية او العاطفية وبرضو مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف تاني بتكون تحاذروا الخلافات حاولوا انكم تضخموا الامور انت اليوم حساس ومتوتر في نفس الوقت هذا الشيء بسبب لك نوع من انواع القلق حاذر من اثارة العدائية والبلبلة لانه مزاجك متقلب وعصبي وهذا الشيء ممكن يثير النفور مع الاشخاص اللي انت بتتعامل معهم فعشان هيك ضبط العصاب مطلوب اي مشاكل مش رح تكون لصالحك لانه انت الحلقة الاضعف خلال هذا اليوم اهم مش انك تهتم بصحتك بنفسيتك نعم علاقتك مع الشركة ممكن تتراجع عن قرار سابق ولكن بدون عصبية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر الان بده يستقر في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل واله علاقة بالصحة فعشان هيك بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا حاولونك تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذائكم وراحتكم وعلاقاتكم مع زملائكم بالعمل يعني بدون ما تدخلوا بأي مواجهات او حدية او فرض السيطرة او العصبية معاهم وبرضو ما تهم الواجباتك مهما كثرت او صعبت ركز على الاعمال المهمة والضرورية حاول انك تتممها بدون ما تقعد يعني تلتهي بالامور اللي ما في من وراها فائدة لا ركز على الاشي المهم يعني راعي ظروفك الصحية كون دقيق ومنظم ومراعي للظروفك برضو ولا معنوياتك ممكن اليوم يكون عندك مراجعات طبية او فحصات طبية او تضطر لزيارة الطبيب طبعا اللي وصل لهون يا ريت ما تنسوا تحطوا لايك او كومنت او اشتراك بالقناة اذا مش مشتركين برضو اذا عجبتكم الحلقة تعليق هيكي قلولي عجبتنا عدل هاي اعمل هيك لو ضيف هيك لو هاي ما تحكيش يعني عادي اقتراحاتكم بقبل فيها اللي حابب يدعم القناة عندك هوكابستين تحت طبعا للي حابب بحق كاسة قهوة انتساب او اه في عندك تانكس تشكرات اه بدكش اه في عندك البيبال تحت حابب تدعم بطريقة مخفية برضو هاي البيبال موجود اه مش حابب او ما عندك قدرة او ظروف ما بتسمح او البلد اللي انت فيها ما فيها يكفي استماعات ولايكات وكومنت وهذا يعني بفي بالغرض شكرا لكم جميعا وبرك الله فيكم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى الليقاء شكرا لكم اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر